منذ موافقة سوريا على تدمير ترسانتها الكيميائية لم يعود الحديث عن هذه الهجمات التي وقعت الصيف الماضي بالوتيرة المتصاعدة نفسها خصوصا مع تعليق الضربة العسكرية الأمريكية لكن تقرير خبراء الأمم المتحدة أعاد المسألة إلى الواجهة بحيث أكد أن الكيميائية السورية استقدم في خمسة مواقع في البلاد لكن التقرير لم يتهم أي طرف بالاسم بارتكاب هذه الجرائم ليترك الاتهامات المتبادلة قائمة الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون دعا بعد صدور هذا التقرير الأسرة الدولية إلى معاقبة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا في الميدان حققت القوات النظامية السورية بعض التقدم في حملتها العسكرية لطرد مقاتلي المعارضة من منطقة عدرة شمال شرق دمشق كما لفت خبر وفاة قائد ميداني في ألوية سقور الشام بسبب البرد القارس الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية وهو كان في طريقه إلى حمص لمساندة المقاتلين هناك